مخطط الدورة نمشي عليه أول شيء نعمل داونلود للورد برس نحن نحمله على الجهاز ثاني شيء نركب الورد برس ثالث شيء نعمل على لوحة التحكم طبعه الورد برس ثالث شيء من لوحة التحكم نعمل على المقالات من المقالات نعمل إضافة للمقالة تعديل المقالة حذف المقالة أما بالنسبة للصفحات بدي أتعلم كيف أعمل صفحة محتوى يعني أكتب فيها مثلا منحا أكتب بهيك شغلات بسيطة وبدأ أعمل صفحة احترافية طبعا إحنا شغلنا كل يات راح يتمحور حول الصفحات الاحترافية بالنهاية الموقع هو عبارة عن صفحات إحنا نبني هذه الصفحات الاحترافية طيب ثالث شغلة نتعلمها القوائم القوائم اللي هي المنيوز اللي انتو بتشوفوها فوق يعني منح صفحة رئيسية إلى آخره راح نتعرف عليها لقدام طالعنا نعرف كيف نعمل إضافة حذف وعرض وتعديل وغيره قوالب اللي هي القوالب اني كيف أضيف قالب أو ما هو القالب وكيف أعمل تقسيمات القالب يعني القالب له تقسيمات كيف بدي أقسم هذا القالب أو شو الوجيتس بتكون فيه يعني إذا أنا وضعت شوي هذا الحكي راح تفهمه لقدام فما تقلق في الموضوع طيب الموضوع الأخير الإضافات البلغينز البلغينز بدي تعرف على ما هي البلغينز أو ما هي الإضافات وأهم الإضافات اللي أنا لازم أستعملها لأن الإضافات كثيرة كبيرة طيب بعد ما نخلص هذا الموضوع طبعا هاي أساسيات يعني إحنا زي ما حكينا مخطط الدورة الأساسية يعني الأساسيات تبعت الدورة ما رح نحكي عن إشياء أدفانس بالدورة في تشعبات كثيرة بس هاي الأشياء الأساسية اللي إحنا رح نمشي فيها شو كمان رح تعلم من خلال الدورة؟ مش بس أني رح تعلم الورد برس وخلصنا لا لا رح تتعلم كيف تجيب فلوس وما تحقق أكثر من ألفين دولار بالشهر زي ما اتفقنا وكيف تحول الموقع الإلكتروني لتطبيق طبعا هذا الحال الجزء تقدر تبيعه للعميل يعني بيجيك عميل بحكي يقدر تصمم موقع الإلكتروني تأكيد طب شرايك أبيعك خدمة تصميم التطبيق مع الموقع فأنت هيك بتكون تكسبت شغلتين من شغلة واحدة تصميم موقع الإلكتروني بكلف كثير يعني فأنت ممكن تكسبه بكبسة زر واحدة